اشتركوا في القناة اليوم الذي اعلن فيه جلالة المغفور لها الملك عبدالعزيز توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله وقد كان ذلك في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 32 ميلادي بدأ في عهده بناء النهضة السعودية سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كما تم استكمال البناء من بعده ابناء فيصل وسعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمه الله جميعا واستلم الراية في النهاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هذه الذكرة التي الغالية على قلوبنا جميعا والتي نستلهم منها قصص البطولة التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله تعالى ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم التهاني والدعاء لجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي وأسأل الله يحفظ بلاد المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي الأمين حفظهم الله أسمى آيات التبريكات والتهاني والشعب السعودي الكريم والقيادة السعودية على الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا الذكرى التاسعة والثمانين لمملكتنا الغالية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ مملكتنا أبية شامخة ويحفظ على الأمة الإسلامية وعلينا نعمه أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهدي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية وسألنا الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ مملكتنا الغالية